اهلا ورحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل ايام قليلة كنت استمع واحد من اعضاء ما يسمى مجلس النواب الحالي عن دولة القانون جماعة جماعة نور المالكي يتحدث عن الاحزاب وسئلوه عن الاحزاب هذه احزابكم هي المسؤولة عن الكارثة بالعراق وهي اللي دمرت العراق عشرين سنة اشقدمته ما كذا كانوا يسألون لكي يفتحوا مجال له لكي يتحدث بشكل كبير وهذا يعني يعتبر نفسه واحد من المنظرين او المتحدث باسم يعني باسم دولة القانون في القتلة دولة القانون داخل ما يسمى البرلمان العراقي فقال بالنص بالنص قال ان الاحزاب الموجودة في السلطة مظلومة ومجاهدة وقدمت الكثير ولم تأتي للسلطة الا من خلال الناس الذين انتخبوهم بارادتهم وقال ما عندنا يعني ما عندنا دكتاتورية حتى انشلب بالسلطة تذكرت وانا اسمع يعني حديث هذا الرمز من رموزة ميليشياوية وهذا الذي يعني كلفه هو هو يقول كلفه هو اثنين او ثلاثة لوضع منهاج او وضع برنامج حكومة محمد الشيعة السوداني الحالية هم اللي وضعوا برنامجه كلفه تذكرت وانا اسمع الى حديثه ذكرت انه قبل يومين كنت اشاهد فيديو لوزيرة العمل السويدية امرأة بسيطة شابة تجلس في محطة تنتظر القطار يوميا صباحا تنتظر القطار من مدينة خارج يعني خارج العاصمة لكي تذهب الى الوزارة وهي وزيرة وزيرة العمل تنتظر بالمحطة تاخد سندويجة لفها من بيتهم تاكلها بالمحطة وتصعد بالقطار وتصل الى الوزارة كي تمارس وظيفتها طوال النهار والمغرب تعود الى بيتها وكان الفيلم يصور هذا الفيديو يصورها ويتعود الى بيتها يارد على المصطبة لوحدها في المحطة تنتظر القطار ومشتري لفت برقر لكي تأكلها لانوامد غدية هذا غداها المغرب حتى ترجع الى البيت تقوم بنشاطها وتتراعي اطفالها بيتها حياتها وتعود ثاني يوم تذكرت انه هذه الاحزاب اللي سميها الاخ مظلومة ومجاهدة وقدمت الكثير ولا بتأتي للسلطة الا بانتخابات الناس وبرادتهم موظف صغير في هذه الحكومة التي هذه السلطات وهذه الاحزاب عشر سيارات قدام الحماية وعشر سيارات وراء الحماية وناس لابسة نظارات ونافسة سماعات وما روح يا منحجون وشايلين اسلحة غريبة عجيبة ويتحدثون بلغة وباعون على الناس بشلو بلغة غريبة وربون رصاص بالجو واقطعون الطرق وراتبة حفنات من الدولارات وعدد من البيوت لديه أكثر من جنسية بداخل الجيب وأكثر من جواز ويستخدم كل شيء بالدولة بامتياز خاص لديه جواز سفر دبلوماسي وهو لا ينجز شيئاً والبلد من سيئ إلى أسوأ من عشرين سنة لحد الآن البلد من سيئ إلى أسوأ وهذه الاحزاب اللي بالسلطة مظلومة وليش مظلومة؟ ما هي الاحزاب جتي فقيرة؟ كلهم حفات عرات لا يملكون شيئاً خلي يقول لي واحد منهم يقول لي هذه الاحزاب جاءت ويتملك وهي يعني لديها تمويل ولديها خلي يقول لنا مولتهم قوى أجنبية وهم عملاء لها فهذا واقع الحال لا حد يمكر هذا القضية أنتو خالفون السلطة شكل وأن تخالفون العراق شكل آخر الدولة يعني هناك من يعارض سلطة وهذا من حق أن يعارضها ويتخذ طريقة بالشكل اللي يراه لكن أن يعارض بلده ويقف ضد بلده هذه كارثة كلكم وقفتم أحزاب هذه الأحزاب اللي تدعوننا إذا كانت أحزاب ويدك أكين هي منظمات ميليشياوية إذا كانت معارضة للسلطة هي لا هي كانت معارضة للعراق وجاءت وقتلت من العراقين ودمرت وخربت وصرقت وفسدت وتفسد هذا واقع الحال واقع الحال من سيء إلى أسوأ بدارة من؟ بدارة الشعب يعني هو هذا الشعب العراقي هذا الشعب الرائع هذا الشعب صاحب التاريخ صاحب الطيبة صاحب الكرامة صاحب الضيافة صاحب قلب الطيب صاحب الأرض الخصبة اللي يتعاون اللي يبذل كل جهدة وكل عرقة من أجل الحياة ومن أجل الوطن هذا هو المسؤول عن هذا القراب هذا الدمار ما هو هذا اللي تقول أنه قدمته شون اللي قدمته عشرين سنة خليقوا لنا شون قدمته ما هو هو جرد حساب ما هو العشرين سنة لو قدمته شيء كان بيعا على العراق أما هذا التطبيل للإنجازات هذا كذبة كبيرة كل الناس تعرفها لو قدمت شيء ما هو هذا وضع العراق شون اللي قدمته هذه المستشفيات وهذه المدارس وهذه الطرق وهذه الخدمات وهذه الكهرباء وهذه المياه وهذه الزراعة وهذه الصناعة وهذا الجيش شون اللي قدمتو وصراعتكم على السلطة يعني حدث ولا حرج والناس من تتظاهر تضربوها بالرصاص وآخرها ثورة تشرين شوفوا سويتوا بالشباب الصغار شتهنتوهم أولاد السفارات أولاد مدري منه وبعثيه وغالبهم مولودين بعد 2003 قتلتوهم قتلتوا ألف واحد وجرحتوا 30 ألف واحد وقتطفتوا قتلتوا وذبحتوا تتحدث لي عن إنجاز شنو الإنجاز ومجاهدين شنو مجاهدين مجاهد تقف مع دولة أخرى حتى تحارب بلدك وتحارب أهلك وهذا الجهاد السمي مع الأسف إذا كان هذا الجهاد ما دخل العدو الأمريكي إلى العراق لماذا لم ترفعوا تضربوا طلقة واحدة بعدها صرتوا فصائل مقاومة على مقاومة على شنو ضربون قنابل على المنطقة الخضراء هذه القضية ويقول أنه هذه مجتل السلطة إلا من خلال الناس انتخبوهم برادة من انتخبهم ما هذه آخر انتخابات 2017 أكثر من 85% من العراقين الذين يحق لهم وإشتراك في هذه الانتخابات لم يشتركوا التي اشتركوا أقل من 15% 13% والذي فاز بها النسبة الأكبر التي فازت بهذه الانتخابات التي شاركت بها قواكم الحزبية وقواكم الميليا الشيائوية مع ذلك حتى القوى الرئيسية التي فازت بها التيار الصدري انسحبت والذين خسروا الانتخابات التي لم يكن انتخبهم هم الذين شكلوا الحكومة فكيف يمكن أن تتحدث عن أن الشعب انتخبهم بإرادته ويقول ما عدنا دكتاتورية حتى نشلب وسلطة ما وزعيمكم نور المالكي قال هذا عبالك يعني يطلع عادل عبد المهدي تجيبون الكاظمي قبله يطلع حيدر العبادي نور المالكي يطلع تجيبون حيدر العبادي معرف منه واحد يتناول لأخ واحد يتقدم واحد يتأخر وكلكم من حزب الدعو وكلكم من هذه الشلة ومن هذه الأحزاب التي خربت العراق هذا تداول سلمي للسلطة وهذه ديمقراطية وتختصرون الديمقراطية بصندوق صغير يسمون صندوق الانتخابات كل تزوير وكل كذب وكل لعب على الناس وبعدين أمريكا تصدر لكم بيانات تقول شارك أكثر من 40% من العراقيين في الانتخابات ويتعرف أنه الذين شاركوا لا يتجاوز 13% إلى 12% وهم كونهم قوى أمنية وقوى ميليشيا ويتعرف وانتم تعرفون والمالكي نفس اعترف قال اللي شاركوا لا يتجاوزون 20% هو هذا 80% يعني حتى على كلام المالكي 80% من الشعب العراقي ما انتخبكم ولا بيرادته ولا يريدكم شلون هذه الحكومة الجتي وهذه الأحزاب انتخبتها ما هذه مقرارات الأحزاب التي تتحدث عنها وانتخبها ومظلومة حرقوها الشعب حرقوا مقراراتها وطردوها من كل المناطق الجنوبية التي يقولون أنها الحاضنة لنا باعتبارهم هم أحزاب شيعية وهذا الموضوع ترى يشمل حتى الأحزاب السنية الشخصيات السنية الكردية التي تدعي أنها نفس الادعاء مالكم لكن كل واحد محافظ على مصالحة لكن من يدفع الثمن يدفعه الشعب العراق ما على الأسف فهذه قضية الكذب على الناس محاولة تزوير التاريخ وتشويها بهذه الطريقة غير مقبولة ولا يمكن أن يقبلها الشعب ولا يمكن أن يكتب التاريخ بهذه الطريقة التي تريدون أن يكتب بها وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أشكركم شكرا جزيلا والتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة